أكد وزير المالية أحمد داكوجك أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة وأكبر من البرامج الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية وخلال حلقة نقاشية لبعض ممثل مجتمع الأعمال أوضح وزير المالية أنه قد تحققت نتائج إيجابية للأداء المالية في الربع الأول من العام المالي الحالي ما يعزز مصارى الاستقرار الاقتصادية لافتاً إلى أن الدولة تمتلك احتياطات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار